لكن قبل ما نروح لضفتي في الستوديو معانا زي ما احنا متعودين في بداية كل حلقة بيكون معانا تقرير عن فكرة إيجابية حاجة أنا بشوفها حالة حالة ملهمة بتغير حاجة في حياتنا التقرير اللي هنشوفه ده دلوقتي عن مشروع مشروع تخرج هو هو مشروع تخرج فكر فيه أربع بنات من طلاب كلية الإعلام وهي حملة توعية بعنوان ابن قلبي الهدف منها تقديم المعلومات الصح عن مفهوم الكفالة تعالوا نشوف الأول التقرير ده ونتعرف أكتر على الحملة وإيه مضمونها والبنات دول بقى فكروا إزاي مع برضو البنات دي الجيل كل يوم بيبقى فيه فكر جديد وطاقة جديدة احنا بنتعلم منهم والله كل يوم تعالوا نتفرج على البنات الأمراض دول عملوا إيه في الحملة دي والفكرة دي عبارة عن إيه ونرجع بقى في الستوديو نستقبل ضفتنا معانا احنا الحملة بتاعتنا اسمها حملة ابن قلبي هي حملة توعية هدفها أن احنا نوعي ناس أكتر عن كفالة الأطفال الأيتام في البيت احنا ده مشروع تخرجنا احنا أربع بنات من كلية إعلام جامعة MSA بنحاول نحن نوعي الناس أكتر عن الكفالة عشان الناس متخيلة أن هي عندها معلومات كفاية بس للأسف في حاجات كتير هم عارفينها غلط وفي تجديدات كتير بتحصل في القوانين الناس مش عارفاها فإحنا نعرضين نعرف الناس أكتر عنها احنا عاملين حملة in social media دلوقتي عندنا فيسبوك بيج وإنستجرام بيج بننزل كل يوم معلومات جديدة للناس برضو احنا بنصور إعلانات وبنصور مع حالات حقيقية أهالي كافلة ناس كافلة أطفال عشان نوريهم قصص ونماذج حقيقية لناس خدت القرار ده والحياة باعهم كويسة أي التحديات اللي قبلوها وإزاي يواجهوها وإزاي وهم عايزين الناس تسعيدهم إزاي عشان هم موضوعي بقى أسهل للناس الجاية اللي هتاخد الخطوة وبنصحح بقى المعلومات الغلطة اللي الناس ممكن تكون عرفاها يعني مثلاً الناس بتخلط كتير قوي ما بين الكفالة والتبني فإحنا بنصحح المعلومة دي إنه هو الكفالة مختلفة عن التبني عشان التبني بتنسب الطفل ليك بالكامل إنما الكفالة لا مش بتخلط الأنساب إنه بياخد جزء من الاسم أو لقب العيلة في نفس الوقت في التبني بيبقى من حق الطفل إنه هو يورس بس في الكفالة بيبقى من حقه الهبة أو الوصية فإحنا بنحاول نصحح المفاهيم دي اللي ممكن تكون بتعيق ناس أو بتوقفهم عنهم ياخدوا خطوة الكفالة الموضوع ده مهم جداً بنسبدنا عشان هيفيد ناس كتير قوي وفي ناس كتير قوي عندهم أفكار غضط عن الكفالة إحنا عايزين نصلحها وعايزين نقول للناس عن المعلومات الجديدة اللي هم معرفوها زي مثلاً إن الكفالة بقى ممكن حد يرجسطر أونلاين إنه هو يقدم يرجسطر أونلاين إنه هو يكفل طفل وفيه باريرز ناس كتفكراها حاجات ناس كتفكراها باريرز لأنها حل زي اللي هو إزاي الطفلة هيعيش معايا إحنا لقينا له حل اللي هو السعودية عملته إنه هو ممكن الأم تبرست فيد الطفل فيبقى ابنها بالرضاعة فيبقى عادي إنه هو يعيش معاها فإحنا بنحاول نجلقي حلول للناس ونحاول نخليهم يفهموا كفالة أكتر إحنا كلنا يعني اشتغلنا مع بعض في كل حاجة يعني تقسم علينا يعني كل واحدة كانت مسكة مثلاً حاجة معينة بتشتغل فيها وكلنا بنرجع مع بعض في الآخر الشغل مع بعض يعني ما فيش اللي هو يعني مثلاً بنجيب كريديبل سورسيز يعني إحنا جيبنا أكتر من مئة كريديبل سورسيز والكتاب بتاعنا أصلاً أكتر من ربعمائة وخمسين صفحة عملنا سيرفي ووزعناه على الناس عشان نشوف الناس شايفة كفالة إزاي وعملنا أسئلة وهما يردوا عليها دلوقتي إحنا مفروض كل أسبوع بنزل على الأكاونس بتاعتنا على يعني السوشي الميديا بنزل بقى حاجات مختلفة كل أسبوع نعمل انتريفيوز مع ناس يعني كافلة أطفال وكده وبرضو وبقى ماجازينز وفي التيفي وكده هنعمل كمان بي آر اكتيفتيز يعني مثلاً يوم واحد أربعة ده يوم اليتيم هنروح دار أيتام هنجيب لهم حاجات بقى ونعوا نلعب مع الأطفال شوية وكده وكمان هيبقى فيه سبونسرز بقى كتير عشان هو يعني يساعدونا بقى ويشجعون الناس يعني سبونسرز ناس معروفة وكمان هنعمل كولابريشنز مع سيلابريتيز وناس معروفة وكده وهنعمل إعلانات بقى في التلفزيون وكذا حاجة يعني اشتركوا في القناة